عمان حققت أرباحاً بنسبة ثمانية في الماء بينما متوسط الخسارة في الصناعة عالمياً كان أقل من ثمانية في الماء في عام 2022 وهذا يعطيك فكرة عن أداء صندوق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي البعض الآخر مثل صندوق مبادلة خسر قليلاً لكن الأرقام لا تزال أفضل بكثير من المتوسط العالمي إذن نشهد أداء جيداً جداً في سياق الأزمة العالمية التي ظهرت عام 2022